وأن جماعة الإخوان الإرهابية كما اكتشفها الشيخ محمد حسن النهاردة جماعة مخادعة كاذبة منافقة أن هذه الجماعة قاتلة وأن كل هذه الجماعات التي انبسقت عن الجماعة الإرهابية كل هؤلاء كاذبون مخادعون قتلة بيستخدموا الدين ويستخدموا الدين لحسابهم ولصالح التنظيم وهذه الجماعة أيضا هذه الشهادة تؤكد من جديد أن هناك من عبث بالعقول ومن استخدم الدين لصالح خدمة جماعة الإخوان الإرهابية سواء من عدل وسواء من فضح الإخوان أو تنصل منهم أو من قام بفضحهم اليوم كما فضحهم الشيخ محمد حسن النهاردة هناك أيضا من استخدم مرة ثانية دين لحمل السلاح ضد مؤسسات الدولة المصرية كما ذكر اليوم شيخ محمد حسن وقال من يحمل السلاح يواجه بالسلاح ويواجه مواجهة أمنية أيضا تحدث هذا الرجل بشكل واضح النهاردة على هذه الجماعات وعلى ما اتبعوه من قتل ونهب وتدمير للدولة المصرية أن كل هذه الجماعات خوارج قالها بفم المليان شيخ حسن النهاردة أن جماعة الإخوان الإرهابية والجماعة الإسلامية وأنصر بيت المقدس وداعش والقعدة وكل الجماعات الإرهابية خوارج تاني بكرارها المرة الثالثة خوارج نعلم حقيقة واضحة من هذه الشهادة مرة تانية ومرة تالثة احنا دورنا زي ما قلت لحضراتكم لا يعنينا أبدا الحرب اللي شغالة دلوقتي ما بين السلفيين والإخوان هناك حاليا حرب شغالة شرشحة شغالة ما بين الإخوان والسلفيين شغالة وأنا أقول لكم شغالة مواقع تواصل اجتماع السوشيل ميديا حالة أقول لي إيه ما بين الإخوان والسلفيين حرب شغالة على السوشيل ميديا حاليا بسبب هذه الشهادة الكاملة هذه بالمناسبة الشهادة الكاملة ما فيش يمكن إلا جزء بسيط حوالي 3-4 دقائق فقط لكن هذه هي الشهادة الكاملة اللي تعرضت النهاردة في المحكمة وليتقالت النهاردة في المحكمة وأمانتنا إن احنا نعرض هذه الشهادة مرة أخرى لأنها بتكون مسائل مهمة تاريخية اللي عايز يراجع بعد كده يرجع يقولك قال عليهم إيه طلع الكلام آخر يتشاف الكلام ده كل ده يكون موسق قدام الرأي العام جوه وبره بقول لي عصابة الإخوان المجرمين اللي عاشين بره واللي هربانين واللي جوه واللي عملين بيشنه حملة علينا حملاتكو ليست وليدة اليوم ولكن منذ التسعينيات ولا تؤثر على الإطلاق ولا تهزلنا شعرة ولكن بابقى سعيد لأنه في ناس بيقوله أحمد موسى سعيد طبعا سعيد جدا هو أنت بتقول سعيد عليها بقى مدهي أنا سعيد وفرحان طبعا وشمتان فيك شماتة فوق ما تتخيلها طبعا من أنت النهاردة اتشرشحت واتفضحت واتكشفت إحنا بنفضحكم من زمان ولا كان بيجي محمد حسين حسين قاعد معاكم واقف معاكم يطلع يقولي الكلام ده هو ده يبقى ده خلينا نبقى سعاداء وأن انتوا في كل بيت عندكم حريقة أكيد حريقة لأن الحريقة وصل كل حتة فيها إخواني في أي مكان عاز أقولكم والله ما في حتة إلا بيجيلي منها رسائل على اللي بيكتبوه عن هذه الحلقة جمهورنا العظيم بشكركم شكرا جزيلا لكل مشاهدينا في كل مكان ثلاث ساعات شهادة طويلة ولكن مهمة جدا وكاشفة وفاضحة لكل خلايا جماعة الإخوان الإرهابية التي فضحهم الذين فضحهم اليوم محمد حسان في هذه الشهادة المهمة شكرا